عاجل الرئيس السيسي يصدر قرارا عاجلا بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري ننشر لحضركم التفاصيل ومقطع فيديو منشور لعصابة نسائية وتحرك عاجل من الداخلية المصرية وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر وعاجل ننشر حقيقة وفاة مؤمن زكريا نجم النادي الأهل المصري والإعلامية المصرية ريهام سعيد تنشر مفاجأة للمشاهدين وتقول أنها تعرضت لسحرة وعاجل مصر تكشف عن تفاصيل الربط الكهربائي مع السعودية احنا في البداية عاوزين يصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول عاوزين نوصل ألف لايك أو أعجبني على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من ألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ مع بعض التفاصيل أول خبر معنا وأمر عاجل من الرئيس سيسي والتنفيذ فورا بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر أصدر الرئيس عبدالفتاح سيسي قرار رقم 448 لسنة 2021 يقضي بالعفو عن بعض المحكوم عليه وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد أقوات المسلحة المصرية الموافق 6 أكتوبر من كل عام يعني قبل ما نكمل تفاصيل هذا الخبر الهام كل عام وحضركم بألف خير وكل عام وأنتم يعني منصرين إن شاء الله وتحيا مصر الذكرى حرب 6 أكتوبر اللي انتصر فيها الجيش المصري على الكيان الصهيوني ويكبدوا خسائر كبيرة جداً وأشهر حاجة عملها الجيش المصري في الحرب دي هو هدم خط برليف اللي كانوا بيقولوا عليه عشان خط برليف ده يتهدم لازم قنابل نووية طبعاً إحنا استولدنا ساعتها خراطين من الصين وقمنا بتدمير هذا القط وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد قوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2021 في العقوبات التالية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت العقوبة المنفذة حتى 16-2021 15 سنة ميلادية والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 16-2021 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ سلس المدة ويشترط أن لا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر المحكوم عليهم في جرائم عقوبات سالبة للحرية بسبب جرائم وقعت منهم وأمضوا بالسجن سلس مجموعة مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بالقانون أو محكوما بها عليه وبشرط أن لا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل المصدر معانا كان من الوطن يعني الرئيس سيسي حبي فرح أسر كتير من المصريين وقام بالعفو الرئاسي عن بعض المسجونين وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر انتلم بعض الخبر آخر والرئيس سيسي أصدر قرارا عاجلا بشأن قائق قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة فريق ويعد قائد قوات الدفاع الجوي المصري من مواليد 11 نوفمبر 1963 ويشغل حاليا المنصب منذ 16 ديسمبر 2020 وهو من مواليد محافظة أسيوت تخرج في كلية الدفاع الجوي في 1 يوليو 86 مصدر معانا كامل اليوم السابع ألف مبروك لقائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي عبد الموجود على هذه الرتبة الجديدة تحية طيبة لي وننتقل مع بعض الخبر آخر ومقطع فيديو منشور لعصابة نسائية وتحرك عاجل من الداخلية المصرية تمكن الأمن المصري من كشف تفاصيل مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عصابة نسائية ومعاهم سيارة ويسرقن المجهولات الذهبية من إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية وأشارت القوى الأمنية إلى أنه تبين أن الواقع محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية موضح أن هذا المحضر لفت إلى أن المبلغة تضررت نتيجة شروع ثلاث سيدات في سرقة مجهولات ذهبية من المجن عليها أمام سكنها من خلال الدعاء إحداهن سقوطها أرضا ومحاولتهن سرقة مجهولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها وقيامهن بالفرار بالسيارة المشار إليها دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة وبعد التحريات والتحقيقات استطاع الأمن المصري من تحديد هوية العصابة النثائية وضغطهن والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة كما اعترفنا بارتكابهن الواقعة على النحو المشهر إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيلة المتهمات إلى النيابة العامة للتحقيق معهن بتهمة السرقة مصدر معنا كم من الوطن أترك ليكم التعليق على هذا الخبر لانتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل ننشر حقيقة وفاة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي المصري انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة النجم الدولي مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق في ظل معاناته مع المرض في الفترة الأخيرة ونشرت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بوفاة مؤمن زكريا وهو ما كذبته زوجته وأكدت أن هذه الشائعات تؤثر على نفسية اللاعب وطمأنت زوجة اللاعب السابق الجماهير ومحبيه باستقرار حالته الصحية في الفترة الأخيرة مطالبة بالتوقف عن تردد الشائعات لأنها تؤثر على رحلة علاج مؤمن زكريا حيث كتبت عبر حسابها على موقع انستجرام حسبي الله ونعم الوكيل بطلوا إشاعات وكان عماد متعب قد كشف في وقت سابق عن منع مؤمن زكريا من السفر إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل تلقي العلاج الخاص به بسبب عدم حصوله على تأشيرة السفر وقال متعب في تصريحات التلفزيونية على قناة أون تايم سبورتس هناك مشكلة تواجه مؤمن زكريا وتمنعه من السفر إلى لندن لاستكمال علاجه وهو يحتاج إلى استخراج تأشيرة من أجل السفر وأناشد المسؤولين لتسهيل الإجراءات على اللاعب خاصة وأنه تواصل مع طبيب مختص في هذا المرض هناك ويعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019 وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم حيث أنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النبقة مصدر معانا كان من أرتي ربنا يشفي يا رب مؤمن زكريا وأمه بالسلامة رب ويصبر أهله بإذن الله ادعوله لأنه شخص طيب وعظيم جدا ننتقل مع بعض القبر آخر والإعلامية المصرية ريهام سعيد تنشر مفاجأة للمشاهدين وتقول أنها تعرضت لسحر كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعرضها للسحر وتأكدها من ذلك من خلال بعض الأحداث التي حصلت معها وفي بسم مباشر على سبع فيسبوك أوضحت ريهام سعيد أنها لحظت تغير حالها رأسا على عقب بعد حلقة الخمس فتيات المتعرضات للسحر والمس التي قدمتها سابقا خاصة بعد تصوير الحلقة معهن في طبطة ولفت إلى أنها لاحظت وجود علاقة بين هؤلاء الذين يعملون في الأسحار وعملهم الآخر في التنقيب عن الآثار كشف أنها مؤمنة بوجود الحسد والسحر وأن الحسد تأثيره أقوى لكنها مؤمنة أن قضاء الله هو المسير لأمور الحياة هذا وأكدت الإعلامية المصرية أن هناك أشياء حدثت لها جعلتها تشك في تعرضها للسحر لافت إلى أنها تستعين بقراءة صورة البقرة لكن هناك شيء كان يمنعها عن تكملتها ويمنعها عن التسبيح وقراءة الأثقار أيضا وأنها تصلي وتشعر بالإنهيار وقت الصلاة ولكنها تريد الموظبة على قراءة صورة البقرة والدعاء بالإضافة إلى ما سبق أضافت ريهام سعيد أنها تعلم هؤلاء الذين قاموا بالسحر لها محذرة من أنهم سيلقون جزائهم في قبورهم مصدر معانا كان من RT وصدى البلد ربنا ربي يشفي الإعلامية المصرية ريهام سعيد وأترك لكم التعليق على هذا الخبر من تلمع بعض الخبر آخر وعاجل مصر تكشف عن تفاصيل الربط الكهربائي مع السعودية كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أيمن حمزة عن تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وخلال مدخلة هاتفية مع برنامج من مصر أوضح أيمن حمزة أن الخط الكهربائي لتبادل الطاقة يصل لـ 3000 ميجاوات وأن هذا التبادل سيحدث في أوقات اختلاف النهار أشار إلى أن أقصى حمل في مصر يكون بعد المغرب بينما يكون وقت الظروة بالسعودية في الظهيرة وأضاف حمزة أن هذا الوقت يحتاج لوحدات طاقة كهربائية إضافية وأن التبادل يساعد في الفصول على اقتصاديات أفضل في الطاقة الكهربائية على المستوى المتبادل بين الدولتين وفي إطار حديثه عن تأثير الربط الكهربائي على أسعار الكهرباء أشار المتحدث باسم الطاقة وكهرباء إلى أن الربط يؤثر في اقتصاديات تكلفة إنتاج طاقة كهربائية وأن الدول تعتمد على أفضل اقتصاديات لإنتاج الكهرباء وضح أن الدول تحسد تكلفة الكهرباء بناء على تكلفة كيلو واط وسعر الصرف وأن هذه المفردات تؤثر بدرجة كبيرة لدينا لوجود فرق كبير بين سعر التكلفة وسعر البيع وشدت حمزة على أنه بحلول عام 2025 سترفع الدولة دعم الكهرباء وسيكون هناك دعم لمحدودين ومتوسطين دخل للاستهلاكات البسيطة على أن يتم توفير هذا الدعم من أسعار الشرائح عالية الاستخدام كما أكد أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ومسر ربطا بين أكبر شبكتين للطاقة كهربائية في المنطقة لافتا إلى أن موقع مصر والسعودية استراتيجي ولديهما مشروعات تموية واحتياج دول الجوار لخدمة الكهرباء وشدت حمزة على سعي الدول العربية لإنشاء السوق العربية المشترك للكهرباء أكد أن الجامعة العربية خطت خطوات مهمة للسوق العربية المشترك للكهرباء بالإضافة إلى ما سبق لفت المتحدث إلى أن الرقط الكهربائي المصري السعودي ركيزة مهمة في إنشاء هذا السوق العربية المشتركة للكهرباء مصدر معنا كامل الوطن نتمنى توفيق لمصر والسعودية في هذا المشروع مشروع الربط الكهربائي نتمنى الخير للبلدين والشعبين بإذن الله نيجي الآخر خبر معنا وتركي أهل الشيخ ينشر صورة بمناسبة حرب 6 أكتوبر ويعلق نحتفل نحن المصريون اليوم الأربعاء بذكرى نصر أكتوبر بسبب حرب 6 أكتوبر عام 73 التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين والعرب في هذه المناسبة حيث نشر رئيس هيئة الترفيف السعودية تركي أهل الشيخ على صفحته في تويتر صورة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات وقال 6 أكتوبر راجل عاش شجاعا ومات شهيدا كما احتفل عديد من المغردين بهذه الزكرة وهنأوا مصر على النصر يعني مثلا تعليق كريم فريد من تويتر بيقول قبل 54 عاما اعتدت إسرائيل على جيرانها ودمر جيوشهم وسرقت أراضيهم وارتكبت جرائم حرب بحقهم وبحق مواطنيهم وأطفالهم في 6 أيام وفي 6 سنوات بنت مصر جيشها وأفقد كيان الصهيوني توازنه خلال 6 ساعات ودمرت حائطا منيعا واستعادت الأرض وفرضت على المعتدل الانسحاب والسلام المصدر معنا كان من RT أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر ذكرى جميلة ذكرى نحتفل بها جميعا وتحيا مصر ويحيا الجيش المصري وشعب مصر العظيم ورئيس مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته